تلقيت مكالمة من الكابتن محمود الخطيب في وقت صحيته عامل ايه في دبي اه ما انا اقولك في وقت امس يا عدلي ازاي يحصل كده ويتقل كده وبتاع وعادلي وقلت له يا فندم خلينا في صحيتك الاول قال لي الله انا في مستشفى عالمي جديد بيجيبوا دكاترة عالميين خبراء في الامارات تحديدا ما مسألش على اسم مستشفى عشان ما سببلوش ازعج والناس يبتدي يعني وانا يعني بتأهب لعمل عملية قد تستغرق فطرة نقاهتها ثلاثة اسمية تابع معايا عدلي بالزوء وبالشياكة وبالادب وبالقانون وباللوائح وبكل الوسائل التي طليق بالنادي الاهلي كيف احصل نادي الاهلي على حب بس فبنقول له اولا بإذن الله تقوم بالسلامة ما تنشغلش الاهلي يدفع عنه جنوده يدفع عنه تاريخه يدفع عنه قيمه يدفع عنه مبادئه واللي عايزين بقى كل شوية المقارنة والمعايرة ما تلعبوش اللعبة دي المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق له منا كل الاحترام رئيسا للنادي الاهلي واللي يجي ناحيته هنغير عليه نفس الغيرة التي نغيروها الآن على الكابتن محمود الخطيب أو على أي حد في النادي الاهلي او على تاريخ الآن صحيح فمن فضلكم برضو ايها المخترقون خدوا بعضك وروحوا في حتة تانية المخترقين يمتنعون ولا المخترقون يمتنعون اه انت اصلك ايه اعيد لي على الواحد المخترقون يمتنعون لكن خلاص